مرحبا واهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلالي سوف نعرفكم على برنامج للويندوز والماك سوف تتمكن من خلالي من تشجيل سطح المكتب الخاص بكم والقيام بشروحات او كذلك اذا كنت تعمل في الجيمين وتقوم باللعب في الحاسوب الخاص بك فيمكنك الاستفادة من خدمات هذا البرنامج ريكورد ديسكتوب ريكورد جيم بلاي وكذلك فيديو يقوم بعمل وكذلك ويقوم يقوم باخد صور لك والعديد من الامتيازات الخاصة باليوتيوبرز والفلوغرز وكذلك بالاضافة الى بطبيعة الحال فالبرنامج يقدم لك العديد من الامتيازات منها وكذلك انك تقوم بالتعديل على اي كتابة او اي شي تقوم بتغيير يعني لون الماوس الفيديو والعديد من الامور التي طورنا امام عينكم بطبيعة الحال وطريقة استعمال البرنامج فهي سهل وسليم معلك سوى بالنقر على بعد ذلك تقوم بتثبيت البرنامج بالطريقة العادية والاعتيازية بالنقر على اي اس ثم انستال نيكس 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 ثم بعد ذلك يقوم بالتثبيت بطريقة العادية والاعتيازية هذه الواجهة البرنامج لديك الفول اذا اردت اه تسجيل سطح المكتب كاملا وكاستم اذا اردت يعني عمل اه يعني انت لقى من سلكت ريجيو ويندوز او كذلك امتدى المخصص لك هنا تقوم ب اه اذا كانت لديك كاميرا يمكنك ان تظهر في سطح المكتب هنا تعدل على مستوى الصوت مستوى المايكروفون فيمكنك التعديل عليه بطبيعة الحال كما تلاحظ معي يمكنك عمل له اون ثم التحكم في مستوى المايكروفون الخاص بك كذلك اصدقائي الكرام يمكنكم اتقاط صورة للشاشة الخاص بكم مثلا هكذا كما تلاحظ ويمكنك الكتابة عليها مثلا اه بهذا الشكل مثلا تكتب اي شيء هنا كما تلاحظ معي يمكنك التعديل على الكولر وكذلك الحجم كما تلاحظون مثلا بهذا الشكل اصدقائي الكرام ويمكنك وضع اسهم كما تحب صديقي الكريم مثلا وكذلك يعني يمكن ان تقوم بوضع سهم باللون التي تحبه كما تلاحظ يمكنك وضع يعني بهذا الشكل يعني بعض التعديلات التي يمكنك القيام بها في تلك الصورة كما تلاحظ معي ويمكنك الرجوع والعودة الى اي شيء بهذا الشكل ويمكنك حفظ الصورة او حدثها من خلال هذا الخيار حفظها في الدسكتوب الخاص بك او في اي مكان كذلك يمكنك يعني تغيير لون الموص الخاص بك اثناء تشجيل في السطح المكتب كي يظهر لك الموص بطريقة مهمة وواضحة للزبوة والشخص الذي يتبع الفيديو الخاص بك كذلك هناك تعديلات كثيرة هنا كما تلاحظ معي في الريكوردينج المكان الذي تريد ان يتم حفظ في الفيديو كذلك الفورمات الخاصة بالفيديو والعديل من الاشياء الاخرى كذلك في الصوت فيمكنك رفع مستوى المايكروفون وخفض الصوت وكل ما يمكنك التحكم به وكذلك الاوديو فورمات كما تحب صديقي الكريم وعمل اوكي في النهاياتي بطبيعة الحال فليبعد في التسجيل ما عليك تسبب النقر على ريك ثم يبدأ بالتسجيل بهذه الطريقة فهنا هنا نسجل الشاشة كاملة وكما تلاحظون اصدقائي الكرام يمكنكم اتلاق التقاط الصور وسط التسجيل وانت تتسجيل مثلا تريد ان تتلقى الصور يمكنك ان نقر عليها بهذا الشكل وتسجيل اي صفحة تحبها صديقي الكريم بهذا الشكل وبهذا الشكلة وبعد الانتهاء تقوم بالنقر فقط على هذا الخيار تقوم بالنقر فقط على هذا الخيار وبعدها كما تلاحظ يعني الفيديو بهذا الشكل فيمكنك تحديد يعني اذا اردت ان تقوم بقص الفيديو فعليك بشراء النسخة يعني المدفوعة بطبيعة الحال نقص الفيديو واخذ فقط الجزء معين من الفيديو كما تحب وخفض الصوت اتقاط صورة من وسط الفيديو وكذلك عمل ريكورد يعادة تسجيل اذا لم يعجبك الفيديو او سيف اذا اجبك الفيديو وتخصص المكان الذي تريده ان تقوم بحفظ الفيديو فيها بعد ذلك نيكست ويعني سيف اني واي بطبيعة الحال والكواليتي التي تريده ان تقوم بحفظ الفيديو فيها فيها الفيديو والصور التي تم انتقاتها وسط الفيديو كما تراحي صديقي الكريم مباشرة تتجهي الى المكان حفظ الفيديو بطبيعة الحال او ريموف او اذا المعطيات وهذا هو الفيديو بطبيعة الحال كما يظهر لك في الصورة اذا البرنامج احتلافي سهل جدا بسيط يمكنك الاستفادة منه ومن خزماته بالنسبة لماك والويندوز خصا ان كنت تشتغل في مجال الصروحات او بطبيعة الحال فهذا البرنامج سوف تحتاجه لمحال في الحاسوب الخاص بك اذا قم بتتبيته من الرابط المدواجد في ديسكريبشن فيديو حياكم الله نضرب لكم موعد اخر في حلقة مقبلة بساندلاف ولا شيء مستحيل امام الاراضة اذا اعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محافظ واذا كانت هذه اول مرة تتابع فيها قناة بريزما فلا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل باخر مستجدات القناة